اشتركوا في القناة 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 في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الاشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج القوس طبعا أول إشي بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس اللي موجودة في البيت العاشر عندك هو بيت السمعة صحيح الفترة هاي مش سهلة بوجوده بهذا المكان دائما بتمتحن جاهزيتك بتدخلك بامتحانات باستمرار والامتحانات هاي دائما بتكون على مستوى يا عمل يا سمعة فعشان يكبدك تنتبه من التطورات اللي بتصير على هذا المستوى لا تهدد سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك أنت تدخل بأي مغامرة ممكن أنها تسيء لسمعتك برضو ما تدخل بأي خلاف أو تهمل أي عمل أو أي نقاش أو حوار يكون على مستوى العمل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل لأنه الفترة هاي أي تقصير ممكن تتحاسب عليه حساب ممكن يتركك عملك فعشان هيك بدك تكون حذر جدا عطارد أنقذك بالفترة الماضية بوجوده في البيت العاشر الآن عطارد بده ينتقل لبيتك 11 هو بيت الأصدقاء فعشان هيك بوجوده في بيت الأصدقاء بعزز من معارفك علاقاتك أصدقائك نشاط ما بينك وبين الأصدقاء بشكل كبير ممكن يبادر أنت بمساعدتهم أو يبادروا بمساعدتك وممكن يتوجه لك كثير من الدعوات لحضور حفلات أو مناسبات أو لقاءات بتجمعك بالأصدقاء بشكل كبير بالفترة هاي أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثامن كانت تدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالقضايا أو إلها علاقة بالأموال المشتركة أو إلها علاقة بالقروض أو الديون أو البنوك جابت لك فرص ممتازة يعني خلتك شوي في بعض اللحظات اللي كنت محتاج فيها فلوس جابت لك أشخاص ساعدتك أو أنقذتك من بعض الورطات المالية أو أوجدت بعض الحلول اللي تنقذك من المطالبات أو الأزمات المالية صحيح أن الفترة هاي كان فيها نوع من أنواع الصعوبة على مستوى صحة أحد الأحبة أو ظهرت بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو مصاريف صحية ولكن إجمالا الآن مع انتقال والزهرة للبيت التاسع رح تعزز أمور إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالتنقلات إلها علاقة بالدراسة الجامعية إلها علاقة بأخذ دورات معينة أو العمل بمؤسسات إلها علاقة بالأمور اللي إحنا ذكرناها ممكن تحصل بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالقضايا القضائية حتى أنه يطلع حكم يكون لصالحك بالفترة هاي الأهم لبعض الناس اللي بيفكروا بالأمور العاطفية هاي الفترة مناسبة للعلاقات أو ممكن تجيب علاقة أو زواج يجي من خلال جامعة أو من خلال مركز تعليمي أو من خلال مؤسسة سفر مثلا أو أشياء إلها علاقة بأجانب أو أشخاص من خارج البلاد أو جنسية أخرى فعشان هيك الفترة هاي مناسبة برضو على هاي الأمور أما بالنسبة للمريخ فالمريخ طبعا في البيت الخامس وبما أنه ضاغط بشكل كبير وأساسا بده يتراجع كمان في البيت الخامس فاحذروا من المشاكل العاطفية احذروا من الجدالات والنقاشات مع الأحبة الفترة هاي ممكن يعني تنضغط عاطفيا ممكن تسبب لك خلاف عاطفي ممكن تخسر حبيب ممكن تتخذ قرارات شوي تكون فيها نوع من أنواع التهكم وخصوصا أثناء تعاملك مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين الخسارة مش سهلة في هاي الأبواب أما بالنسبة للجدي الجدي في البيت الثاني فعشان هيك بضغطك على المستوى المالي يعني شوي خرب عليك أو عطل عليك فرص العلاقة بعمل إضافي ممكن جاب ضغطات مالية أو مطالبات مالية أو خل المصريف الزيادة عليك أو الدفعات الزيادة يعني في مشاكل مالية عانيت منها بسبب الجدي وخصوصا موليد العشرية الثالثة أكثر ناس عانوا من هاي النقطة أما بالنسبة لها نبتن نبتن في البيت الرابع وطبعا بيت البيت بيت العائلة فعشان هيك بيجيب أوهام على مستوى البيت بتعامروا عليك بيحكوا عليك بتلسنوا عليك مش عاجبهم مش عاجبينك خلافات أعطال مشتريات إيش ما عملت فيه خلاف على مستوى البيت عشان هيك دائما هاي الأشياء منتقدة وشوي بتأثر فيك أو خصوصا مع أفراد العائلة وخصوصا هذا بيتك وبرضو جابت مشاكل لبعض الأشخاص على أمور لها علاقة بالعقار أو طلع من بيته أو استيجار بيت جديد فعشان هيك فيه ضغط كان على هذا المكان أما بالنسبة لأورانوس أورانوس جاب المفاجآت على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل يعني ناس انضغطت صحيا وأشخاص انضغطوا على مستوى العمل وفيه ناس تركت عملها بشكل مفاجئ وفيه ناس انقبلوا بعمل بشكل مفاجئ برضو توظفوا أو اشتغلوا بشيء ما كانوا يعرفوا عنه أو عملي جديد كان أو انتقال لمؤسسة جديدة أو ممكن كان فيه أعمال صعبة ولكن بمساعدة بعض الأشخاص اللي أنقذوكوا في اللحظات الأخيرة أنجزتوا أعمالكوا أو اهتميتوا بشكل جيد بوضعكم الصحي خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية لحركة القمر ونشوف القمر إيش بده يعطي تأثيرات مع هاي التأثيرات يعني إيش الإيجابيات وإيش السلبيات طبعا من مساء اليوم الخميس القمر موجود بالحمل بيت حليف وقوي جدا ورح يستمر فيه حتى صباح يوم الأحد تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتحزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكمان للتعارف والارتباط الفترة هاي بتحمل النشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالي جدا هاي الفترة إيجابية ما بتتعوض من صباح يوم الأحد القمر بصير في الثور بيتك السادس وحتى مساء يوم الثلاثاء رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء كموخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة يعني مقابلك تماما بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن هاي الفترة شويف فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسئوليات ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان وحتى عصر يوم الأحد تنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء